تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرو وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات بما يتفق مع الطابع التاريخي والاستراتيجي الذي يميز التعاون بين الدولتين كما نقش الاتصال لتطورة الأوضاع في قطاع غزة حيث تمت استعراض المستجدات الخاصة بالجهود الرامية للتوصل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار وتبادل المحتجزين وإنفاذ المساعدات الإنسانية كما تمت منقشة جهود البلدين لتقديم الخدمات الطبية للجرحة والمصابين الفلسطينيين بما يخفف من وطأة المأساة الإنسانية بالقطاع وقد تترق الرئيسان كذلك إلى التطورات الإقليمية في أطار التصاعدات الأخيرة وحذر من خطورة الانزلاق وانزلاق المنطقة إلى حالة واسعة من عدم الاستقرار بما يفرض الالتزام بأعلى درجات الحكمة وضبط النفس واتفق الرئيسان على ضرورة وقف التصاعد على مختلف الأصعد مشددين على أن التواصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين يمثل السبيل نحو استعادة وترسيخ الأمن والسلام والاستقرار لجميع شعوب المنطقة